السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت بتسمع امنية الشامية وده برنامج محب الله ورسوله مكملين مع بعض السيرة النبوية الشريفة وانتهت غزوة بني المصطلق وعفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بني المصطلق ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولكن في طريق العودة حدث عدة احداث عجيبة ولذلك تسمى ايضا بغزوة العجائب طبعا جيش راجع فطبيعي كل فترة بيتوقفوا للراحة فنزلوا عند احد الابار فجاء رجل يسمى جهجاه وهو كان مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأ الرجل يحاول ان يأخذ الماء من البئر فواحد من الانصار اسمه سنان يريد ايضا ان يأخذ ماء من البئر فاختلفوا فحدث بينهم صراع وكلام شديد فاشتد الامر بين الرجلين فرفع الجهجاه سيفه وقال يا للمهاجرين ورفع سنان سيفه وقال يا للانصار وبدأ فعلا المهاجرين يلتفون حول الجهجاه والانصار يلتفون حول سنان وكاد ان يحدث بينهم شر وصلت الاخبار بسرعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا غضبان فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على وشق القتال فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين زهرانيكم هذا التداعي بالقوميات هذا من شأن الجاهلية كل واحد يتفاخر ببلده هذا من الجاهلية العزة هي للإسلام وليست للنسب حتى لو كان الانتساب بين المهاجرين والانصار العزة للطقوة هو للإسلام فقط ولكن الشيطان أوقع بينهم في هذه اللحظة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا هذه القوميات دعوها فإنها منتنة والنتن الرائحة الكريهة فدعوها فرائحتها منتنة فهدأ الأمر على هذا وانصرف الناس لكن كان من ضمن الجيش عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم المنافقين ورئيسهم وينتظر أي شيء حتى يتحرش بين الناس فعبد الله بن أبي لما وصلته الأخبار هو لم يكن حاضر هذه الواقعة فانتشرت الأخبار بين الجيش فوصلت لعبد الله بن أبي ابن سلول فقال قولا للذين كانوا معه كان كل اللي معاه منافقين إلا شاب صغير عمره 16 سنة أو أقل كان يسمى زيد بن أرقم رضي الله عنه كان على الإيمان لكنه من قوم عبد الله بن أبي ابن سلول فكان جالس معاه في الخيمة فلما وصلت الأخبار إلى عبد الله بن أبي قال كلام في منتهى القبح فقال أو قد فعلوها قد نافرون وكاثرون في بلادنا والله ما عدنا وجلابيب كريش جلابيب كريش يعني مشايخ وجيش كريش اللي كانوا بيطمعون في أموال الناس والله ما عدنا وجلابيب كريش إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك كلمة في منتهى الشدة ثم قال أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأزل ثم التفت إلى الذين عنده وقال أنتم الذين أطمعتموهم فيكم أنتم تعطموهم الأموال والزكاة والصدقات لو منعتم عنهم ذلك لفتكر هؤلاء المهاجرين وتركوا بلادنا لأن أمسكتم عنهم ما بين أيديكم من الأموال لتحولوا إلى غير داركم يدعوهم لعدم الإنفاق وعدم دفع الزكاة والصدقات حتى يفتكر المهاجرين ويتركون المدينة زيد بن أرقم شعب مؤمن لا يقبل مثل هذا الكلام أن يقال عن المسلمين ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجود فرفع السيف وقال دعني يا رسول الله دعني يا رسول الله أكتع عنكه فإنه قد نافق فقال الرسول اتركه يا عمر أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وحدث هذا الكلام وقد دخل الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالتحرك لأن الخبر سينتشر بالتأكيد كلام عبد الله بن أبي سلول سيصل للجميع وستحدث فتنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشغلهم عن هذا الأمر فتحرك الجيش في ساعة متأخرة ليس من عهدتهم أن يتحركوا في مثل هذه الساعة فأسيد بن حضير سيد من سادات الأنصار استغرب هذا الرحيل في هذه الساعة وعرف أن فيه شيء فاستعجل واكترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد رحلنا في ساعة لم نكن نرحل فيها هل حدث شيء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما وصلك ما يقول عبد الله بن أبي بن سلول قال لا فقال له الرسول قال كذا وكذا وكذا فأسيد غضب غضب شديد جدا قال يا رسول الله دعني أقطع عنقه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فقال أسيد إذن دعني أخرجه من المدينة والله ما يدخل المدينة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركه ولكن الخبر فعلا بدأ أن ينتشر والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحدث فتنة أمر بالاستمرار في المسير صاروا طوال الليلة ما ينزلون إلا للسلاة فقط ثم يركبون وصاروا طوال اليوم التالي بدون راحة وصاروا طوال الليلة في الليلة الثانية لا ينزلون إلا للصلاة ثم في اليوم الثالث نزلوا فكل واحد فرش الأرض ونام انشغلوا من شدة الإرهاق بالنوم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد هذا لم يستطيع أحد أن يتحدث مع أحد ولكن مع هذا الخبر قد انتشر فالناس تتحدث ويصعوا كتم مثل هذا الخبر فلما اقتربوا عند آخر منزل قبل المدينة ثم بعد ذلك يكونوا قد وصلوا إلى المدينة جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وصله الخبر فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بلغني ما قال أبي فوالله إنك الأعز وهو الأزل يا رسول الله إن كنت تريد قتله فأمرني أنا أن أقتله فلقد علمت الأوصول خزرك أنه ما من أحد أبرل أبيه مني وأخشى لو قتله غيري ما أصبر فأقتل قاتل أبي فأدخل النار بقتل مسلم فإذا تريد أن تقتل أبي دعني أنا أقتله يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلا بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا وفي هذا المنزل الأخير أيضا حدث حادث عند الرحيل عائشة رضي الله عنها كانت في هذه الرحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا يرحلون عادة كانت النساء يجعل لهن هودج والهودج زي الكوخ الصغير يجلس فيه النساء فإذا جاء وقت الرحيل يحمل ويضع على البعير ويربط فتقول وكنت خفيفة كانت ما زالت شابة صغيرة كانت عمرها في ذلك الوقت خمستاشر سنة رضي الله عنها تقول فكنت خفيفة ما زال لم ينبت علي اللحمة فقبل الرحيل مباشرة تقول افتقدت عقدي وبدأت أبحث عنه ثم ذهبت إلى مكان قضاء الحاجة وكان النسوة إذا أرادوا أن يجدوا حاجتهم يذهبوا إلى مكان بعيد حتى لا يراهم أحد فمشت عائشة رضي الله عنها هذه المسافة البعيدة حتى لا يراها أحد وتبحث عن هذا العقد أيضا الذي فقدته جاء الناس وبدأ الرحيل فجاءوا لهودك عائشة فحملوا الهودك وما شعروا أنها ليست بالهودك ووضعوا الهودك على البعير وربطوا الهودك وصار الجيش عائشة رضي الله عنها ما زالت بعيدة فعندما رجعت وإذا بالجيش قد ارتحل فقالت لا حول ولا قوة إلا بالله سيفتقدوني ويرجعوا لي فأخذت العباء ولفت نفسها فيها ونامت تنتظر أن يرجعون إليها وصل الجيش إلى المدينة فلما وصل الجيش تقدم واحد من المسلمين سبق الجيش وتوقف عند مدخل المدينة ورفع السيف هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول بدأ الجيش يمر ويستغربون وهذا واقف رافع السيف ولا يدرون ما القصة لماذا يقف هكذا ومن ينتظر ومر النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر الصحابة وهو واقف رافع سيفه إلى أن جاء أبيه عبد الله بن أبي بن سلول فلما وصل أباه تحرك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ووقف أمام أبيه وشهر عليه السيف وقال والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله فهو الأعز وأنت الأزل وهذا الإبن من يعرف العرب كلهم أنه هو أبر الناس بأبيه لكن الإيمان أهم من أبيه والرسول صلى الله عليه وسلم عنده أعظم من أبيه فعبد الله بن أبي بن سلول استغرب من موقف ابنه فهو ابنه البار به فأراد أن يصرفه عنه فوضع ابنه السيف على صدر أبيه وقال والله أقتلك والله ما تدخل حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عبد الله بن أبي بن سلول أن ابنه عازم فعلا على قتله فلم يتحرك وجاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بموقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فأرسل وقال له أخبروه أني قد أذنت له بدخول المدينة فأذن له فدخل المدينة وانتشر الخبر بين الناس وزاد الحقد في قلب عبد الله بن أبي بن سلول ففجر حادثة خطيرة أخرى لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول وجلس مع المنافقين مجلسه على الطريق الرئيسي للمدينة في هذه الفترة عائشة رضي الله عنها كانت تنتظر من يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يترك رجل خلف الجيش على مسافة من الجيش مهمة هذا الشخص أنه يتفقد إذا سكت شيء من المسلمين أو نسوا شيء يحمله فيكون في مؤخرة الجيش فهذا كان صفوان بن المعطل رضي الله عنه ومهمته هذه المسئولية وهو يتفقد وجد عائشة رضي الله عنها فعرفها كان يدخل عليها قبل الحجاب فعرفها فقال عائشة يرحمك الله ما أخلفك لماذا أنت هنا وحدك فتقول فلم أجيبه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله تقول والله ما رأيت أكرم منه جاء بالبعير فأناخ البعير نزل البعير ثم انصرف بعيد ذهب بعيدا وقال اركبي يرحمك الله حتى لا يراني لأن ركوب البعير قد ينكشف جزء من ساقيها فحتى لا يراها ابتعد فلما ركبت فأخذ البعير ومشى به وهذا الأمر فورا بعد حادث عبد الله بن أبي بن سلول وهو الغيز يملأ قلبه فجاء صفوان بن المعطل ومعه عائشة رضي الله عنهما فقال عبد الله بن أبي بن سلول كلمته الخبيثة جدا قال زوجة صاحبكم مع صفوان والله ما نجى منها وما نجى منه قال كلمة الإفك كلمة خبيثة كلمة الطعن بشرف عائشة رضي الله عنها وبكده تكون خلصت حلقتنا وهنعرف كلمة عبد الله ابن أبي بن سلول أدت لإيه في المدينة وانتشر الخبر ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد فعل أبيها ورد فعل عائشة رضي الله عنها وكيف نجى الله عائشة رضي الله عنها من هذه الفتنة وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته